اهلا بكم في حلقة جديدة من مرنامجكم مدرسة على الهواء النهاردة ان شاء الله هنبدأ في التكامل بس قبل ما ابدأ في التكامل هعمل مراجعة سريعة على كم فكرة مهمة جدا في التطبيقات على القيمة العظمة والصغرى وبعدين هنخش على التكامل على وشك اننا نخلص ان شاء الله التفاضل والتكامل كله في شهر رمضان وبعد كده بنشطب بقية الفروة نبص مع بعض السؤال ده بيقول ليه السؤال هنا بيقول لي نافذة على هاية مستطيل يعلوه مسلس متساوي السقين تنطبق قاعدته على احد بعدي المستطيل فاذا كان ارتفاع المسلس 3-8 طول قاعدته ومحيط النافذة 120 سنتيمتر فان بعدي المستطيل التي تجعل مساحة النافذة اكبر ما يمكن هما البعدين طبعا انا مش ابص للابعاد لكن ابص للمسألة حاول ارسمها ونقرأها تاني كان مديني مستطيل هذه المستطيل بتاعي وبعدين هنا مسلس متساوي السقين طبعا ارتفاع المسلس متساوي السقين بنصف القاعدة وعمودة عليها يبنى هرسم الارتفاع بتاعهم هنقرأ المسألة ونحط البيانات عليها يبقى النافذة على هاية مستطيل يعلوه مسلس متساوي السقين تنطبق قاعدته على احدى بعدين مستطيل يبقى دي المسلس متساوي السقين واحدى القاعدتين بتاعه احدى القاعدتين المسلس بتنطبق على دلع من اضلع المستطيل هفرض ان هنا السق دلام يقبى بالتالي دلام لو فرضت هنا القاعدة دي اتنين سيني بل هتة دي سين ودي سين وهنا بفرض ان العرض صام دي ابعاد النافذة نفسها فهنا بيقول لي نافذة على هاية مستطيل يعلوه مسلس متساوي السقين تنطبق قاعدته على احدى بعدين مستطيل ف اذا كان ارتفاع المسلس 3 اتمان طول قاعدته يعني ارتفاع المسلس اعتين بيسوي 3 اتمان القاعدة القاعدة فرضتها 2 سين يبقى 38 في 2 سين 38 في 2 سين مستطى 30 كويس ومحيطة النافذة 120 سم طب الى محيطة النافذة ايه محيطة النافذة م chain محيط النفذة عبارة عن ايه. عبارة عن ايه. الاطار الخارجي. صاد وصاد واثنين سين لكن دي مش محسوبة واثنين لام. يعني محيط النفذة عبارة عن اثنين لام. زائد اثنين صاد زائد اثنين سين. كل ده بيساوي مية وعشرين سنتيمتر. كل يربة اللي اسمع لاثنينة. بلام زائد صاد زائد سين بتساوي ستين. كويس. انا عايز العلاقة بين متغيرين. يعني عايز اتخلص من لام. واجيب علاقة بين سين وصاد. طب لائم لو بصيت للم هنا ده مسلس هنا قائم الزاوية. فهينا بما ان المسلس ده قائم الزاوية. بلام تربية عندي. بتساوي سين تربية زائد عين تربية. طب ان انا جبت عين بتلات تربع سيني. بلام تربية بتساوي سين تربية زائد 3 تربع سينة كل تربيع بالمرة يبقى 9 على 16 سين تربيع لو حد المقامات يبقى لام تربيع بتساوي طبعا 16 على 16 زائد 9 على 16 ب25 على 16 سين تربيع يعني ممكن اقول ان لام بتساوي 5 على 4 سين هرجع هنا واعمل الكلام ده يبقى لام ب5 على 4 سين زائد ساد زائد سين بتساوي 60 نبص مع بعض هنا خمس تربع ودي 4 على 4 بتسعة لاربع بممكن اقول ان الساد بتساوي 60 ناقص 9 على 4 سين كويس لكن انا بجيب العلاقة بين المتغيرين هيا بقول لي فان بعضايا المستطيل التي تجعل مساحة النافذة اكبر ما يمكن طب مساحة النافذة عبارة عن مساحة المستطيل زائد مساحة المسلس مساحة النفذة يبقى ميم الكبيرة بتساوي مساحة المستطيل سين اتنين سين في صاد يبقى اتنين سين صاد زائد مساحة المسلس نص القاعدة في الارتفاع نص في اتنين سين في الارتفاع عين اللي هو 3 اربع سين الاتنين مع الاتنين وهشيل الصد وحط قيمتها اللي بص مع بعض المساحة ميم بتساوي هنا اتنين سين الصد بكان بستين ناقص 9 على 4 سين وبعدين احنا اختصرنا دي وبقت زائد 3 اربع سين تربيع زائد 3 اربع سين تربيع هنكتبها في الصفحة التانية عشان نعرف نحلها مع بعض احنا وصلنا ان ميم بتساوي اتنين سين في ستين ناقص 9 على 4 سين زائد 3 اربع سين تربيع انا ممكن اشتق كده لكن هبسط هوزع دي كده اهو افضل اصبحت ميم بتساوي 120 سين ناقص طبعا هنا اتنين مع الاربع فيها الاتنين يقبت 9 على 2 سين تربيع زائد 3 اربع سين تربيع طيب واضح من هنا هاي برضو هبسط يقبى 120 سين ما هدي سالب 9 على 2 يعني سالب 18 على 4 سالب 18 على 4 زائد 3 على 4 بسالب 15 على 4 سين تربيع يبجيبنا ميم خطواتي بعد كده سابتة اول خطوة بعد كده بجيب ميم شرطة ميم شرطة بتساوي ايه ميم شرطة بتساوي 120 ناقص 15 على 2 سين الخطوة التانية بنضع ميم شرطة بتساوي 0 نحط ميم شرطة بتساوي 0 ميم شرطة بتساوي 0 يبقى اذا 120 ناقص 15 على 2 سين هتساوي 0 هوادي 15 على 2 في الطرف التاني بإشارة مجابعة يبقى 15 على 2 سين بتساوي 120 هنقسم على 15 فيها الواحد على 15 فيها التمانية نجرب ما بعد 8 في 5 هنا باربعين 0 على 4 8 في 1 بتمانية واربعة 12 يبقى اذا نسين حصل ضرب الطرفين بيساوي حصل ضرب الوسطين يبقى اذا نسين بتساوي 16 وصلنا نسين ب16 نقرأ برضو المسألة تاني ونشوف ايه اللي هو قاله هنا فإن بعضاء المستطيلة التي تجعل مساحة النفذة اكبر ما يمكن عشان تطلع اكبر ما يمكن يبقى المشتقة التانية تطلع بالسالب يعني المفروض ميم شرطتين تقبل اقل من السفر طب احنا جبنا ميم شرطة اهي ميم شرطة هنجيب ميم شرطتين ميم شرطتين مشتقة المية وعشين بالسفر مشتقة دي بسالب 15 على 2 اقل من السفر يبقى تكون مساحة المستطيل او النافذة طبعا اكبر ما يمكن اما تكون ابعادها ايه احنا فرضنا ان عرض النافذة اتنين سين والطول صادي يبقى هنا اتنين وانا طلحت السين بستاشر يبقى اتنين في ستاشر باتنين وثلاثين وصاد بتساوي كام اعود هنا في علاقة بين سين وصاد فين العلاقة بين سين وصاد اهي ان صاد بتساوي ستين نقص تسعى الاربعة سين انا جبت السين بستاشر ستاشر على الاربعة هنا فيها الاربعة اربعة بتسعى بستة وتلاتين يبه الصاد بتساوي يبه هنا واضح هنا 2 سين بتساوي 32 وهنا الصاد بتساوي 60 ناقص 36 6 من 10 أربعة و3 من 5 22 يبهى الأبعاد أو البعدين هما 32 و24 نشوف الإجابة دي موجودة ولا مش موجودة هنقرأ المسألة بسرعة تانية نافذة على آية مستطيل يعلوه مسلس متساوي الساقين تنطبق قاعدته على أحد بعدي المستطيل فإذا كان ارتفاع المسلس 38 قاعدته ومحيط النافذة 120 فإن بعدي المستطيل التي تجعل مساحة النافذة أكبر ما يمكن هل 16 سنت و12 ممرتش عليها هل 18 و16 برضو ممرتش عليها هل 24 سنتيمتر و32 سنتيمتر فعلا هي 24 و32 يبهى الإجابة بتاعتي هل 36 و32 غلط لكن خلي بالك أصلي في واحد فرض أنها سين فممكن يأخذ النص بس 16 و24 ويغلط يعني أي واحدة من ذلك ده سؤال مهم جدا ممكن يكون سؤال امتحان نشوف سؤال تاني أهم من السؤال ده السؤال التاني بيقول لي الشكل المقابل يمثل منحنة دال لدال حيث دال لتسين بيسوي أربعة ناقص سين ناقص اتنين لكل تربيع وسين أكبر من أو سوي سفر وأقل من أو سوي أربعة رسمت المستطيل ألف بهجيم دال رسمت المستطيل ألف بهجيم دال بحيث يقع الرأسان ألف ودال على المنحنة ألف ودال بيقع المنحنة وبهجيم هنا مجموعة جزئية من هنا الشوع ووسين بهجيم فعلا جزئية من الشوع ووسين فإن محيط المستطيل أكبر ما يمكن فإذا كان محيط المستطيل أكبر ما يمكن فإن مساحة سطحه عنده أزن بتسويه طيب قد يل المسألة بتاعتي تاني رسمتها رسمة أكبر شوية هاي ونبص مع بعض كان مديني دال لتسين دالة السين بتسوي أربع ناقص سين ناقص اتنين لكل تربية تمام هنا طلب مني فإذا كان محيط المستطيل أكبر ما يمكن يعني المحيط أكبر ما يمكن يقب هنا واضح أن ميم شرطتين بتكون هنا أقل من السفر هنبدأ مع بعض نشوف نجيب إحداثي نقطة معنا بجيب علاقة بين المتغيرين اللي عندي أنا هفرد بعضها المستطيل لو فردت دي هنا أنا طبعا في جزء هنا هو وجزء هنا هو أنا هفرد الجزء ده سين جزء له اللي جوه سين وفيه تماثل للمنحنة يبقى بالتالي ده اسمه سين فبنيجي بقى هنا نجيب واو هنا النقطة دي لو سمتها أي نقطة على المنحنة أنا عايز أجيب إحداثي النقطة دي عشان نجيب إحداثي النقطة دي يبقى بحط هنا أي نقطة تنتمي للمحور السيني إحداثيها الصاد بيسوي سفر يبقى بحط ده السين بتسوي سفر بوضع ده السين بتسوي سفر يبقى سفر بيسوي أربعة ناقص سين ناقص اتنين لكل تربيع أجيب دي في الطرف الأيمن يبقى سين ناقص اتنين لكل تربيع بتسوي أربعة بجيب الجزء التربيع للطرفين يبقى سين ناقص اتنين بتسوي زائد أو ناقص اتنين طبعا السالب مرفوضة بتديني النقطة الأولى أو هنا سين بتساوي 2. ما جيب مودي دي في الطرف التاني يبقى اذا سين بتساوي 4. يبقى الاحداث بتاع النقطة دي هنا 4. يبقى هنا واو لغاية احداث النقطة دي المسافة 4. يبقى الجزء اللي جوا كان 4 نقص 2 سين. يبقى انا فرط هنا فيه تماسل للمنحنة. يبقى الجزء ده فرطه سين يبقى ده جزء سين. دي كلها 4. يبقى الجزء اللي هنا عرض المستطيل 4 نقص 2 سين. وهفرض هنا دي اللي هي تعتبر صاد. وادح باخد نقطة تنتامي هنا المستطيل. احداث النقطة دي بمشي 4 نقص 2 وبطلع صاد. طيب انا دوقتي عايزين ايه بيقول لي. فاذا كان محيط المستطيل اكبر ما يمكن. محيط المستطيل بيساوي ايه? محيط المستطيل. بيساوي الطول زائد العرض في اتنين. يعني بيساوي هنا صاد زائد 4 نقص اتنين سين. كل ده مضروب في اتنين. كويس. طب مع صاد. مع صاد اهيه? صاد بتساوي دلت سين. يبقى بشيل هنا صاد وحط بدلها دلت سين. يبقى محيط المستطيل بيساوي اتنين بره زي ما هي. واشيل دي وحط اربعة نقص سين نقص اتنين لكل تربيع. مكان الصاد اهيه? وبعدين زائد اربعة نقص اتنين سين. كويس. هنا برضو نجمع مع بعض اربعة واربعة دي تمانية باتنين بره زي ما هي والتمانية ناقص. هفك دي عشان اخلص منها. سين تربيع ناقص اربعة سين زائد اربعة وكمان ناقص اتنين سين. تاني. لان دي مربع كامل. وفيه ناقص بره. مربع الاول. اتنين الاول في التاني زائد مربع التاني ناقص اتنين سين. برضو هنا هنجمع تاني. ادي الاتنين. ادي تمانية. خلي بالك معي. ادي سالب سين تربية. هكتبها في الاول. ادي سالب سين تربية. وادي سالب في سالب موجب اربعة سين ونقص اتنين سين بزائد اتنين سين. عندي هنا سالب اربعة موجب تمانية بتديني اربعة. خلاص ده محيط المستطيل. طيب انا عايز اجيب المشتقة الاولى. هكتبها قدامي تاني ادي ميم بتساوي. اللي هو اتنين برا سالب سين تربيع زائد اتنين سين زائد اربعة. هجيب ميم شرطة. ميم شرطة بتساوي. الاتنين برا هي. مشتقة السين تربيع هتقبى هنا دي هتقبى سالب اتنين سين زائد اتنين. الخطوة التانية بعمل ايه مستر? بنحط ميم شرطة بتساوي سفر بوضع. ميم شرطة بتساوي سفر. بنحط ميم شرطة بتساوي سفر. يبا الكلام اللي جوه ده بيساوي سفر. يبا سالب اتنين سين زائد اتنين. هتساوي سفر. يبا اذا السين اودي دي في الطرف التاني. يبا اذا السين بتساوي واحد. اجيب الميم شرطتين. انا اشترط ان ميم شرطتين ضروري تطلع ايه اقل من الصف يعني هنا واضح ان هنا بجيب ميم شرطتين ميم شرطتين هو طلب مني محيط المستطيل اكبر ما يمكن يبا هنا واضح المشتقة هنا تقبى سالبة ميم شرطتين بتساوي خلي بالك معي الاتنين زي ما هي مشتقة دي بتساوي سالب اربع اقل من الصف يبا هنا يكون يبا محيط المستطيل فعلا عندما سين بتساوي واحد هو طلب بقى ايه خلي بالك في المسألة هنا بيقول لي ايه فاذا كان محيط المستطيل اكبر ما يمكن فان مساحة سطحه عند ازن بتساوي ايه طب احنا فعلا عندما سين بتساوي واحد عندما سين بتساوي واحد عندما سين بتساوي واحد تكون او يكون محيط المستطيل محيط المستطيل اكبر ما يمكن طيب انا عايز مساحته هنا فان مساحة سطح عند ازل. مساحت المستطيل بتساوي الطول في العرض. مساحت المستطيل? انا كونت فارد الطول اربعة نقس اثنين سان والعرض صاد يعنى هنا عبارة عن مساحة بتساوي صاد. في اربعة نقس اثنين سان. طيب هل في علاقة بان سان وصاد? اه منا ممكن احط السين بواحد هنا واطلع قيمة صادم. احط السين بواحد ثنين بسلبي واحد تربيع بواحد. واربعة نقص واحد بتلاتة. قبصت بتلاتة. باجي هنا. مين بتساوي? تلاتة. وانا طلحت السين بواحد. فاربعة نقص اتنين. اربعة نقص اتنين باتنين في تلاتة بستة. يبقى واضح المساحة بتقبأ ستة واحدة مربعة. هل الاجابة دي موجودة ولا مش موجودة? نبص مع بعض كده. فان مساحة السطح عند ازن بتساوي وحدة مساحة. هل اتنين? هل ثلاثة? هل اربعة? هل ستة? واضح الاجابة كانت عندي ستة. يبقى اجابتي اللي هي نا. مسألة مهمة. مسألة برضو ممكن تكون مسألة امتحان. نشوف سؤال تاني وبعدين نشوف الافكار دي بسرعة ونخش على التكامل. بيقول لي هنا ملعب على شكل مستطيل ينتهي دلعان متقبلان. منه بنصفي دائرة خارج المستطيل طول قطرها مساويا لطول هذا الضلع. يعني افهم برضو عشان نقبل رسمة باينها قدامي. ادي هنا نص دائرة كده. وادي نص دائرة تاني. وده على شكل الملعب اللي عندي. اهم. وصلت ده. يبقى ملعب على شكل مستطيل ينتهي دلعان متقابلا منه بنصفي دائرة خارج المستطيل. اهو نصفي دائرة خارج المستطيل. يعني ده عبارة عن نص دايرة ونص دايرة. طب مدام ده نص دايرة يبقى هنا ده طول القطر اتنين نق. وطول القطر هنا اتنين نق. وفرضنا ان هنا طول المستطيل وليكن سين. خلاص. نكمل اراءة مسئلتنا. كده مدام رسمنا يبقى كل سهل. يبقى ملعب على شكل مستطيل ينتهي دلعان متقابلا منه بنصفي دائرة خارج المستطيل. طول قطرها مساويا لطول هذا الضلع. فاذا كان محيط الملعب كله 400 متر. محيط الملعب فان مساحت السطح الملعب تكون اكبر ما يمكن. عندما يكون الملعب على شكل دائرة طول نصف قطرها بيساوي كم متر. محيط الملعب 400 متر. والمساحة هنا تكون اكبر ما يمكن. اما تكون المساحة اكبر ما يمكن يقبامين شرطتين المساحة كلها بتكون اقل من السفر. محيط الملعب. محيط الملعب. عبارة عن ايه? كل ده السين مكررة مرتين. عبارة عن ايه? بيساوي اتنين سين زائد. دي نص دايرة ودي نص دايرة ابا دي كلها دايرة. محيط الدايرة بتساوي ايه? اتنين باي نق. خلاص? ايبا ده محيط الملعب. طب نشوف مع بعض هنا ايه? عايزين نعمل ايه? محيط الملعب كان ربعمية متر. بيساوي اتنين سين زائد اتنين باي نق. هقسم على الاتنين. يبا هنا متين بتساوي سين زائد باي نق. هو عايز نصف القطرة. هتحاول اجيب علاقة من سين ونق. هوادي دي في الطرف التاني بايشارة سالبة. يبا سين بتساوي متين نقص باي نق. نيجي بقى بنشوف ايه? طلب مني مساحة سطح الملعب. مساحة سطح الملعب. مساحة سطح الملعب. مساحة سطح الملعب. هافروضه بالرمز ميم. عبارة عن ايه? مساحة المستطيل. مساحة سطح الملعب اللي هو ميم. عبارة عن مساحة الدايرة. مساحة الدايرة اللي هي باي نق تربية. زائد مساحة المستطيل الطول في العرض. سين في اتنين نق يبا زائد اتنين نق سين. طبع انا جبت سين اشيل سين واعود عن قيمتها يبا ميم بتساوي. باي نق تربية. زائد اتنين نق وشلت السين واحط قيمتها المتين. نق س باي نق. هكتبها في الصفحة التانية وهكمل المسألة الزائدة. يبقى ميم بتساوي? باي نق تربية. زائد. هفك الاقواس هوزع بالمرة دي كده. يبقى ربعمية نق زائد ربعمية نق. وبعدين زائد ناقس اتنين هنا باي نق تربية. يبقى هنا ربعمية نق وبعدين عندي دي بسالب اتنين باي نق تربية. بص مع بعض ما هدي تتجمع مع دي مستر دي ودي طب يبقى ممكن ميم بتساوي ربعمية نق ناقس هنا هتقبع هنا طبعا ناقس اتنين باي نق تربية وزائد نق تربية بناقس باي نق تربية. باجي بم شارطة خطوات سابتة ميم شارطة ميم شارطة بتساوي ربعمية ناقس هنا طبعا هقول باي اتنين باي نق. الخطوة التانية بعد ما اجي بم شارطة بحط ميم شارطة بصفر بوضع ميم شارطة بتساوي صفر يبقى اذا هنا ربعمية ناقص اتنين باي نق بتساوي صفر. هاسم طرفي المعادلة على اتنين باي بقى اذا النق بتساوي متين على باي. نق بتساوي متين على باي. طب نجي نبص مع بعض. هو بيقول لي ايه? احنا قلنا ضروري ميم شارطتين اقل من الصفر يعني تطلع سالبة. فين ميم شارطة? ادي ميم شارطة. اشتق ميم شارطة كمان مرة. لو اشتقت ميم شارطة هجيب ميم شارطتين. ميم شارطتين. مشتقت الربعمية بصفر مشتقت دي بسالب اتنين باي. سالب اتنين باي دي اقل من الصفر. يبقى تكون مساحة الملعب اكبر ما يمكن عندما نقق طول نصف القطر بيساوي متين على باي. هو ده اللي طلبه نشوف كده مع بعض. ملعب على شكل مستطيل ينتهي دلعان متقابلان منه بنصفي دائرة خارج المستطيل طول قطرها مساويا لطول هذا الدلع. فاذا كان محيط الملعب ربعمية متر فان مساحة سطح الملعب تكون اكبر ما يمكن. يعني المشتقة التانية تكون اقل من الصفر. عندما يكون الملعب على شكل دائرة طول نصف قطرها بيساوي ايه? هل مية? هل مية على باي? هل متين? هل متين على باي? واضح الاجابة بتاعتي دال اللي هي متين على باي. اهي طلعتها متين على باي. ايبقى جبت السؤال ده بتقفى ده. نشوف سؤال تاني ونشوفها نحله ازاي. السؤال التاني بيقول لي ايه? بيقول لي الف بهجين مسلس متساوي الساقين. طول قاعدته بهجين بيساوي 16. وقضيها زاوية الف بتساوي 120 درجة. فان مساحة سطح اكبر مستطيل يمكن رسمه داخل المسلس. بحيث يقع رأسان رأساء على قاعدة المسلس. وكل من رأسين الاخرين. في رأسين بيقع على قاعدة المسلس. وكل من رأسين الاخرين تقع على ضلع من الضلعين. الاخرين المسلس بتساوي كامل. هرسم برضو. عندي هنا المسلس. زاويته 120. هدي مسلس يا اهو. الزاوية 120. مية وعشرين. واضح ده مسلس متساوي الساقين. مية وعشرين. يبا هنا بدم دي مية وعشرين. يبا زاوية القاعدة متساوي كامل بكل واحدة تلاتين. يبا دي تلاتين. ودي تلاتين. وده مسلس متساوي الساقين. خلال. ده الف بهجين. رسمت جوه مستطيل. نشوف المستطيل داخل المسلس. اهو. واضح المستطيل اهو. عايزين اكبر مستطيل. نشوف كده مع بعض بيقول ايه? مساحة اكبر مستطيل. مساحة اكبر مستطيل. واضح مساحة المستطيل. يبا المشتقة التانية ميم شرطتين اقل من السفر. اهم حاجة لحي خطوة. نبنى مع بعض بقى نشوف هنجيب مساحة اكبر مستطيل. انا طبعا ده مسلس متساوي ساقين. يبا واضح لو رسمت هنا الارتفاع بتاع المسلس ده هينصف القاعدة. كويس. لو فرضت انا دي سين. اتقبدي سين وفرضت دي صاد اللي هي عندي. طب هنا مساحة اكبر مستطيل يعني انا عايز ميم اللي هي بتساوي اتنين سين صاد. يبقى انا عايز عجيب علاقة بين السين والسان. نشوف العلاقة هنجيبها ازاي. هاخد تشابه المسلسين. نبص مع بعض كده. ده مسلس قائم وليكن هنا هسمي دي دال نون. ودي نقطة هيه مثلا. خلي بلنا مع بعض. هنا قال لي ايه? قال بيجين مسلس متساوي ساقين. طول قاعدته بيجين بيساوي ستاشر سمتي متر. يعني طول القاعدة دي كلها ستاشر سمتي متر. واضح ان هنا ده مسلس متساوي ساقين. يبقى الف ده ليعتبر محور التماسل. يبقى بينصف القاعدة. يبقى المسافة من هنا لهنا تمانية سمتي متر. هستفيد بالزاوية اللي عندي دي. هنا لو قلت هنا. المسلسين المتشابهين يبقى بيستفيد من حتة التشابه دي. نخلي بلنا مع بعض كده. الحتة دي سين. ودي كلها تمانية. يبقى الحتة دي تمانية نقصين. من تشابه المسلسين هقول المسلس. به دال نون يشابه المسلس. خلي بقى لك به دال نون. يبقى به هي قلف. به هي الف. تمام. يبقى هنما ما اخد من التشابه لو خدت الحرف الاولاني والتاني هنا هادف الحرف الاولاني والتاني هنا. يبقى على الثاني والثالث على الثاني والثالث على هه ألف طب به دال بكام به دال بتمانية ناقصين تمانية ناقصين على به هه كلها بتمانية بتسوي دال نون دال نون اللي هي بساط لكن أنا عايزة أعرف طول ألف هه نرجع مع بعض المسلس ألف هه دال ده مسلس قائم الزاوية وعندي الزاوية هنا به تلاتين درجة طب أنا عايزة أجيب ألف هه طب أنا عندي زا تلاتين زا تلاتين بتسوي المقابل على المجاور بتسوي المقابل اللي هو ألف هه على المجاور اللي هو تمانية زا تلاتين بتسوي واحد على جزر ثلاثة بتسوي ألف هه على تمانية طب أنا عايزة أجيب ألف هه يبقى ألف هه بتمانية على جزر ثلاثة يبقى هنا هه ألف تمانية على جزر ثلاثة البلجزر ثلاثة فوق والتمانيةние التمانية مع التمانية بل علاقة المهمة هي جبتها طب انا عايز ايه اجيب السين بدلالة الصاد او الصاد بدلالة السين بستيقل الصاد بتسوي اس pH السين على جزر ثلاثة ارجع اعوض في المساحة مساحة المستطيل كانت بتسوي اثنين سين صاد مساحة المستطيل بتسوي اثنين سين صاد انا جبت صاد بتمانية ناقص سين على جزر ثلاثة يقب هنا اتنين سين في تمانية ناقص سين على جزر ثلاثة كوي ممكن اشتاق حصل ضرب دلتين لكن انا بفضل افك الاقواس احسن عشان متغلطش يقب مين بتساوي اتنين على جزر ثلاثة هدخل السين جوه هتقب ثمانية سين ناقص سين تربية بجيب المشتاقة الاولى ميم شرطة ميم شرطة بتساوي اتنين على جزر ثلاثة مشتاقة اللي جوه دي تمانية سين مشتاقة تمانية ناقص اتنين سين خطوة تانية بنضع ميم شرطة بتساوي صفر بقى اذا تمانية ناقص اتنين سين بتساوي صفر بقى اذا السين بتساوي اربع هجيب المشتاقة التانية وانا اشترطت المشتاقة التانية في بداية الحل المفروض المشتاقة التانية تطلع اقل من صفر يعني سالبة هجيب المشتقة الثاني ميم شرطتين اتنين على جزر ثلاثة برة ده سابت مليش دعوة بين مشتقة الثمانية بصفر مشتقة سالب اتنين سين بسالب اتنين واضح اقل من السفر يبا هنا تقبسين باربعة طب هو طلب مني ايه فان مساحة سطح اكبر مستطيل يمكن رسمه داخل المسالة يبا عايزين مساحة سطح المستطيل انا جبت السين باتنين سين باربعة وعايز اجيب صاد هنا فيه علاقة بين سين وصاد احنا كنا كاتبين ان الصاد بتساوي تمانية ناقص سين على جزر ثلاثة وعندي الصاد بتساوي تمانية ناقص سين على جزر ثلاثة طيب احنا جبنا السين باربعة هنبدأ نعوض في العلاقة اللي فوق دي يبا مين بتساوي اتنين السين باربعة خلاص الصاد بتمانية نقص 4 على جزر 3 8 نقص 4 ب4 4 ب4 ب16 ب32 على جزر 3 يبقى 32 على جزر 3 يبقى وضع دي مساحة أكبر مستطيل واحد يقول لي ممكن أضرب بسطة لمقامة جزر 3 يعني ممكن أكتبع 32 جزر 3 على 3 يعني ممكن تقبع كده أو كده نبص مع بعض كده هنا مساحة أكبر مستطيل هنا طبعا بتساوي هل 16 جزر 3 على 3 لا هل 16 جزر 3 هل 32 جزر 3 على 3 واضح الإجابة بتاعت جيم ولا 32 جزر 3 واضح الإجابة بتاعت جيم 32 جزر 3 على 3 نشوف فكرة تانية أهم ومهمة جدا وممكن تكون مسألة الامتحان لأنها مسألة فيها فكرة نبص عليها مع بعض هل نحلها إزاي هنا بيقول لي في الشكل المقابل مديني ألف به جيم دال مستطيل مديني مستطيل ألف به جيم دال فيه ألف به تمانية مديني الضلع ألف به تمانية والضلع ألف دال ووو تنتمي الألف به واضح إنه وو تنتمي الألف به حيث ألف وو سين ونون تنتمي الألف دال ونقطة اسمها نون بتنتمي الألف دال بحيث وو نون بتسوي صاد وو نون وطر المسلس القائم لأن ده مستطيل بسوي صاد طوي الركن وو ألف نون حول وو نون رحت أنا تنت وو ألف نون حول وو نون يبقى إزا ألف هتيجي من هنا وتيجي عند نقطة زين يعني نقطة ألف تنطبق على زين وسين هتنطبق وو ألف تنطبق على وو زين يبقى الحتة الزغيرة اللي تحت دي هستقبق اسمها إيه سين نقطة مهمة أنا طبقت الجزء ده وو ألف نون في خطة أحمر في النص ثم طبع ألف هتيجي هتنطبق على زين وبالتالي هنا نون ألف هيسوي نون زين وو زين بيسوي وو ألف طيب نمشي فانطبقت نقطة ألف على زين حيث زين تنتميل به جيم صح فإن قيمة سين التي تجعل صاد أصغر ما يمكن بتساوي عايزين قيمة سين اللي تجعل صاد أصغر ما يمكن هتقبصات أصغر ما يمكن يقبصات شرطتين تطلع أقل أكبر من الصفر بما أن صاد أصغر ما يمكن يبقى إذن صاد شرطتين ضروري تقبأ أكبر من الصفر نبص مع بعض هنبدأ نشوف مع بعض هنا برضو هرسم برضو المسألة عشان تقبأ أوضح لأن كده عشان تباين الأشكال بتاعتي قدي المستطيل بتاع أكبر شوية عشان يباين وبعدين عندي الألف بي جيم دا المستطيل هذه الألف بي جيم دا المستطيل بتاعي وكان هنا في نقطة نون وبعدين هنا عندي نقطة واو ودي واو وده صاد وبعدين هنا اهي دي كده انطبقت دي قائمة خلي بالك طب عزاء الطلبة فصل خسيل ونرجع نستكمل مع بعض بقية أسئلتنا عزاء الطلبة هنبص مع بعض السؤال بتاعنا اللي احنا كنا اتكلمنا فيه قبل الفاصل كان بيقول لي ايه ان مديني ألف بي جيم دا المستطيل فيه ألف بي 8 سنتي وألف دا 12 سنتي قلنا واو تنتمي ألف بي وحيث ألف واو بيسوي سين طبعا انا ارسمت الرسمة دي بوضوح اكتر فهنا واو هنا تنتمي الألف بي دي كانت سين طب خلي بالك معايا دلوقتي كان طول الضلع ألف بيه 8 بل الجزء اللي تحت دا عبارة عن 8 نقص سين انا طبقت المسلس نون ألف واو على واو نون فجت هنا نقطة ألف انطبقت على زين ألف واو بيسوي سين يبقى بالتالي واو زين بيسوي سين طب دلوقتي انا عايز اجيب علاقة بين سين وصاد هو طلب مني بيقول لي هنا فإن قيمة سين التي تجعل صاد أصغر ما يمكن بتساوي عايز قيمة سين بضروري يجيب علاقة بين سين وصاد احنا دلوقتي المسلس دون متطبقين فلو فرضت الزاوية دي هاي تبقى دي الزاوية دي هاي لان المتطبقين طب خلي بالك الشكل نون ألف واو زين دائري لكن عارف ان الزاوية الخارج عن الشكل الرباع الدائري بتساوي المقابلة للمجورة لها طبعا دا شكل الرباع دائري يقبى دي زاوية خارج عن الشكل الرباع الدائري يقبى الزاوية دي بتساوي المقابلة للمجورة لها المجورة لها اهي بتكمل المية وتمانين وانا عارف الشكل الرباع الدائري واو زين هنا قياس زاوية ب واو زين بيساوي اتنين هي. طب ايه الهدف من كده عشان اجيب علاقة بين سين وصاد يبقى هستخدم الجتا والجا واللو الزا والزتا والحاجات دي. فهنا لو بصيت في المسلس في المسلس اللي هو عندي هنا نون الف واو في المسلس نون الف واو. اللي بيجمع بين السين والصاد هنا جاهه جاهه بتساوي سين على صاد جاه guitar دي علاقة نمرة واحد نمرة واحد. هناخد المسلس الثاني ده مسلس قائم اللي هو المسلس اللي هو عندي واو به زين ده مسلس قائم الزاوية. انا عندي دي اللي هو عندي واو به وعندي واو زين. طب ايه ألي بيجمع بينهم جتا. بس جتا هنا في الحالة دي جتا. اتنين هي جتا. اتنين هي بتساوي المجاور اللي هو ووبي على الوطر اللي هو ووزين. كويس. جتا اتنين هي. يبه دي العلاقة التانية. طب نكتبها بالايي 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 اللي هي والهي بتساوي ايه. والهي ال 8 ناقصين. على ووزين اللي هي se. يبه فيها علاقة بين هنا واحد واثنين. يبقى واضح ان جتا اتنين هي. عرفنا ان جتا اتنين هي. بتساوي تمانية ناقص سين على سين. وجاه هي بتساوي سين على سين. هحاول لو جيب علاقة بين الجتا اتنين هي. وجاة اتنين هي. نكتبها تاني قدامنا ونشوفها نحلها ازاي. احنا وصلنا ان جتا اتنين هي. بتساوي تمانية ناقص سين على سين. وجاه هي بتساوي سين على سين. طيب هل في علاقة تجمع بهنم اه. انا حافظ جتا اتنين هي. جتا اتنين هي. كل مرة بكتبها جتا اتنين هي. بتساوي اتنين جتا تربية هي. ناقص واحد. او بتساوي واحد ناقص اتنين جا تربية هي. يبقى العلاقة التانية هي اللي هستفيد فيها ان جتا اتنين هي. بتساوي واحد ناقص اتنين جا تربية هي. نيجي بقى هنا تحت جتا اتنين هي. هنكتب تمانية. ناقص سين على سين. اللي هي قمتها هي. بتساوي واحد ناقص اتنين جا هي. بسين على صاد. يبقى جا تربية هي. بسين تربية على صاد تربية. نبدأ مع بعض نشوف. هنعمل ايه? انا عايزين نجيب علاقة من سين وصاد. طيب اودي ديف الطرف الايمن بإشارة مجابعة ودخل دي هنا يبقى اتنين سين تربية على صد تربية. بتساوي واحد ناقص تمانية ناقص سين على سين. دخلت دي كده بإشارة مجابعة. ودت دي بإشارة سالبة. نواحد المقامات هنا اهي هتقبى شرطة كسر. سين تحت ودي سين. الناقص دي هتأثر على القصل اللي فوق. هتقبى سالب تمانية زائد سين. تمام. اصبحت برضو اتنين سين تربية على صد تربية بتساوي اتنين سين ناقص تمانية على سين. هنقول حصل ضرب الطرفين بيساوي حصل ضرب الوساطين. نمشي مع بعض كده. وصلنا ان اتنين سين تربية على صد تربية بتساوي اتنين سين ناقص تمانية على سين. هنضرب دي هنا كده هتقبأ اتنين سين تكعيب والنزل دي تحت هتقبأ هنا اتنين سين ناقص تمانية كل ده بيسوي صاد تربية نبص لها تاني احنا كان في علاقة وصلنا لها اللي هي اتنين سين تربية على صاد تربية بتساوي اتنين سين ناقص تمانية على سين اما جمعنا اللي فوق دي نبص مع بعض عملنا ايه ضربنا اتنين سين تربية في سين باتنين سين تكعيب ونزلنا بدلنا دول مقام بعضهم واحد يقول لي ممكن اقول لي ان الصد تربيه وطلع اتنين عامل مشترك من تحت اصبحت فوق سين تكايب واسمت فوق وتحت على الاتنين بقت هنا سين نقص 4 نبدأ بقى نشتاق واحنا اشترطنا عايزين نقول ايه قال لي هنا فان قيمة سين التي تجعل صد اصغر ما يمكن يعني صد شرطتين اكبر من صفر صد شرطتين اكبر من صفر ادي صد نجيب صد شرطة صد شرطة هشتاق دي هتقبق اتنين صد في صد شرطة بتساوي هشتاق دي المقام تربية اللي هي سين نقص 4 لكل تربية المقام اللي هو سين نقص 4 فيه مشتقط البسط اللي هو 3 سين تربية نقص البسط اللي هو السين تكايب في مشتقط المقام اللي هي بواحد كنت بحط صد شرطة بتساوي صفر اما حط صد شرطة بيساوي صفر الصفر هنا دي بصفر يبقى مين البسط اللي هيساوي صفر يبقى إذن هنا 3 سين تربية في سين نقص 4 نقص سين تكاييب بتساوي صفر هناخد سين تربية مشترك يبقى سين تربية مشترك هفتح قوس هتقبى هنا 3 في سين بتلاتة طبعا خدت سين تربية يبقى هنا واضح 3 سين نقص 12 نقص سين اللي هي بتساوي صفر ثاني خدت سين تربية مشترك بقت هنا 3 في سين نقص 4 يبقى 3 سين نقص 4 خدت سين تربية مشترك بقت سين أصبحت دي هنا سين تربية في 2 سين نقص 12 بتساوي صفر طبعا سين بتساوي صفر مرفوضة سين بتساوي صفر مرفوضة يبقى إذن 2 سين بتساوي 12 يبقى إذن السين بتساوي 6 هجيب المشتقة التانية عشان اتأكد ان الكلام ده اللي هو عندي كده نمسك كده مع بعض كانت وصلنا للعلاقة دي ان اتنين صاد شرطة بتساوي البسط كله اما جينا وضبناه اصبح البسط اهو اللي وصلنا له ده اما جينا سوينا ده عبارة عن اتنين في سين تربيع اتنين في سين تربيع في سين ناقص 6 ده البسط على المقام تربيع اللي هو السين ناقص 4 الكل تربيع هنبدأ نجيب المشتقة التانية واشترطنا انها اكبر من صفر يعني مجابع يعني هنا صاد شرطتين هنشتق الطرف ده اتنين الاول في مشتقة التاني فيه صاد شرطة زائد التاني اللي هو صاد شرطة في مشتقة الاول فيه اتنين صاد شرطة بتساوي هنا المقام تربيع يبا هنا واضح انها سين ناقص 4 الكل والسربعة المقام اللي هو سين ناقص 4 الكل تربيع فيه مشتقة البسط خلي بالك دي اتنين سين تكايب يبقى هنا واضح اهي اتنين سين تكايب ناقص اتناشر سين تربيع مشتقة الاتنين سين تكايب بستة سين تربيع ناقص 24 سين يبقى المقام تربية المقام في مشتقة البسط سالب البسط نفسه سالب البسط اللي هو اتنين سين تربية في سين ناقص 6 في مشتقة المقام اتنين في سين ناقص 4 في مشتقة ما بداخل القوس خلي بالك انا طلحت كام سين بستة طلعنا سين بستة اما نحط هنا ستة يبقى كل ده بصفر اما نحط هنا ستة نبص مع بعض كده الطرف الايصر كده طبعا المقام هنا يطلع موجب مش ممكن سين ناقص 4 الكل والسربعة ده موجب خلاص نيجي للبسط حطينا ستة ناقص 4 باتنين تربيع باربعة حطينا هنا ستة ستة وتلاتين في ستة بمتين وستاشر ميتين وستاشر ناقص 24 في ستة هنا طبعا لو حولنا كده ستة في اربعة باربعة وعشرين وستة في اتنين في اتناشر واتنين اربعة عشر ميتين وستاشر اكبر من مية اربعة واربين يبقى الاشارة هنا مجابة يبقى خلي بالك هنا طلب مني قيمة سين التي تجعل صاد اصغر ما يمكن يبقى هنا عندما سين بتساوي ستة تكون صاد اصغر ما يمكن يعني المشتقة التانية تطلع مجابة مسألة مهمة جدا وشوفنا حلها ازاي هنبدأ مع بعض نخش على التكامل بنقول يقال للدالة ته سين انها مشتقة عكسية للدالة دالة تسين اذا كانت تهشرت سين بتساوي دالة تسين الربية يبقى هنا في الحالة دي بسمي العملية التكامل هي المشتقة العكسية لعملية التفاضل فىقول للدالة ته سين إنها مشتقة عكسية للدالة دالة للسين اذا كانت تهشرت سين بتساوي دالة سين لو فرضت إن تهسين مثلا بتساوي سين تكاين يبقى إذا هنا تهشرت سين هاشتقها هتقولي بتساوي 3 سين تربيع ولا هي هتساوي دالة السين هنعرف بقى مع بعض أهم حاجة التكملات بتاعتي هنا خلي بالك تكامل ألف دالسين بتساوي ألف سين زائد ثابت ده أول حاجة واحد اتنين تكامل هنا السين قص نون دالسين بضيف للقص واحد مع القص الجديد يبقى سين قص نون زائد واحد على نون زائد واحد زائد ثابت التكمل بشرط سين لا تساوي هنا النون لا تساوي سالب واحد بشرط ان النون لا تساوي سالب واحد كويس برضو برضو بعرف حاجة تانية مهمة جاملة ثلاثة بالنسبة لي تكامل ألف سين زائد ده أس نون بالنسبة لدالسين خلي بالك اللي جوة درجة أولى يبقى بعملها كده ألف سين زائد ده أس نون زائد واحد على نون زائد واحد على مشتقط ما بيداخل القص مشتقط ما بيداخل القص يبقى واحد على ألف زائد ثابت التكمل برضو حاجة تانية أربعة عندي تكامل هنا هي أس سين دله الأس سية خدناها قبل كده بالنسبة لدالسين بتسوي هي أس سين زائد ثابت اشتاق هي أس السين بها أس السين يبقى هي تكاملها صح نمر خمسة تكامل هي قص كاف سين زائد ألف بالنسبة لده لسين دي بتسوي إيه بتسوي هنا هي قص كاف سين زائد ألف على كاف زائد ثابت التكامل عايز تأكد الكلام ده صحة ولا غلط لو اشتاقط دي مشتاقط الدلة القصية هي قص كاف سين زائد ألف بهايه قص كاف سين زائد ألف في مشتاقط القص نفسه بكاف يبقى فعلا صح نمرة 6 هنا تكامل واحد على سين دل سين دي بتساوي ايه بتساوي هنا لغة رتم مقياس سين للأساس هي زائد ثابت التكامل لأن مشتقط مقياس سين للأساس هي بتساوي واحد ايه على هات طعب احنا عرفنا دول كلهم هنا برضو تكامل نقصة تكامل بسيط تاني تكامل عندي اللي هو ايه الف سين دل سين واضح ان دي قصية برضو يبقى بقول دي الف قص سين على لغة رتم الف للأساس هي زائد ثابت التكامل لو انا اشتقط دي مشتقط الف قص سين بالف قص سين في لغة رتم الف للأساس هي اما تقتصر مع بعض واحد يقول لي ممكن اكتبها الف قص سين وطلع دي فوق بعكس هي مكان الف بقول انها له ايه للأساس الف زائد ثابت كده صح كده صح هنا فيه حاجة اسمها تفاضلي الدلة تفاضلي الدلة طبعا cash فävضل الدلة لو احنا عندها لو هنا عندي صاد بتساوي دلة سين اما يحصلextVi تغيير صاد بمقدار ديلةцо صاد يعني يقول صاد زائد دلتاصاد بيحصل false بيحصل تغيير في سين بمقدار دلتاصين يبقى هنا هنا يبقى هنا واضح ان دلتاصاد ي mini بيحصل تغيير في سين يبقى هنا دلة زائد دلتاصين هنا دالت سين زائد دلتاصين بعد كده كنت بقول ايه بجيب هنا بطرح دي من دي بقول هنا مطرح دي واحد ودي اتنين مطرح واحد من اتنين بدلتا صد بتسوي ايه بتسوي دالة سين زائد دلتا سين ناقص دالة السين لو اسمت على دلتا سين هنا دا اسمه متوسط معدل التغير متوسط معدل التغير اللي هو عندي دا اسمه دلتا صد على دلتا سين هنا لو جبت نهايته بوصل لانها دلصاد على دلسين بتسوي نهاية دلتا صد على دلتا سين عندما دلتا سين تقول إلى الصفر. وده ميل المماس. طب احنا عايزين حاجة اسمها تفاضل الدلة. تفاضل الدلة طبعا احنا عارفنا ان هنا ان دلتا دل صد بتساوي هنا دلت سين دلت شرطة سين دلت سين لان هنا دلصد على دلت سين بتساوي دلت شرطة سين. يبقى تفاضل الدلة بس مجرد بكامل الطرفين بالنسبة لدلت سين اسمه دلتا سين نشوف مع بعض افكار المسائل ممكن نحلها بطريقة التعويض وممكن نحلها بمهاراتنا. نبص على المسائل دي مهمة جدا. اول مسألة عندي بتقولي هنا عايزين تكامل هنا مديني شرطة كسر اتنين سين تربيع زائد تلاتة الكل تربيع نقص تسعة على سين بالنسبة لدلتا سين. الكلام ده كله بيجي داخل المسائل نفسها في التطبيقات الهندسية. طبعا واحد يقولي الله ده البصة يا مستر على صورة فارق بن مربعين ما نحلله فارق بن مربعين وبعدين نجري عملية التكامل تبسيط للسؤال. ماشي? هروح عامل كده اهو تكامل شرطة الكسر بتاعتي ونالبست على صورة فارق بن مربعين. قصين ادي القص الاولاني. وهي القصي التاني وهي دالت سين وتحت ادي سين. هنا كتبت اتنين سين تربية زائد تلاتة وهنا بكتب اتنين سين تربية زائد تلاتة. الزائد النقص تسعة يبقى هنا في الفارق بن مربعين يبقى بقى سين تربية نقصات تربية. بقول سين نقصات في سين زائل صار جزر التسعة تلاتة يبقى هنا سالب تلاتة وهنا موجب تلاتة سالب تلاتة مع موجب تلاتة بقت هنا خلي بالك اتنين سين تربية على سين باتنين سين بقت خلاصة بصتها بقت هنا بص اتنين سين في القصة التانية اتنين سين تربية زائد تسعة بالنسبة لده السين هفك الأخواس يعني دي تكامل أربعة سين تكايب زائد تمنتاشر سين بالنسبة لده السين لسه كنا كتبين القاعدة بضيف للقص واحد واقس مع القص الجديد يبقى دي أربعة سين قصة ربعة على أربعة زائد تمنتاشر سين تربية على اتنين زائد ثابت التكامل ممكن اختصرها اللي هي تعتبر سين قصة ربعة زائد تسعة سين تربية زائد ثابت يبقى واضح مسألتنا بفكر أبسط المسألة قبل عملية الحل نشوف سؤال تاني ونشوف الحل السؤال التاني بيقول لي عايزين تكامل سين قصة عشرة فيه اللي هو اتنين على سين ناقص ثلاثة على سين تربية الكل قصة خمسة بالنسبة لده السين طبعا هنا دي قصة عشرة ودي قصة خمسة أنا عندي كنت خدت حاجة زمان في الأسس كنت عارف إن ألف به الكل قصة نون ممكن أكتبها ألف قصة نون في به قصة نون والعكس صحيح طب ما نخليها دي زي دي بحيث إن أنا درى بسط مسألتي واحد يقول لي ممكن أكتب السين قصة عشرة دي سين تربية الكل قصة خمسة صح فيه اتنين على سين ناقص ثلاثة على سين تربية الكل قصة خمسة بالنسبة لده السين تمام طب ما دي قصة خمسة ودي قصة خمسة طب أنا ممكن أجمع دول فقص واحد يعني ممكن أكتب دي كده بتساوي قص كبير وكتبت هنا سين تربية فيه اتنين على سين ناقص ثلاثة على سين تربية الكل قصة خمسة ده بالنسبة لده السين يبقى حولت المسألة بسطتها طب هبدأ أوزع دي على الجوة هتقبى دي عبارة عن تكامل اتنين سين تربيع على سين باتنين سين ناقص تلاتة سين تربيع على سين تربيع بسالب تلاتة الكل قص خمسة أنا لسه كنت بقول فيه قاعدة بتقولي ان تكامل ألف سين زائد ده السنون هنا بالنسبة لده السين يعني اللي جوة درجة أولى كنت بأضيف للقص واحد واقس مع القص الجديد على مشتقط ما بداخل القص طب هكامل دي ازاي هقول انها اتنين سين ناقص تلاتة قص ست على ستة على مشتقط اللي جوة مشتقط اللي جوة اتنين يبقى زائد ثابت التكامل يعني ممكن اكتبها واحد على اتناشر في اتنين سين ناقص تلاتة قص ستة زائد ثابت التكامل يبقى أنا بستخدم مهاراتي في الحل ممارسة الحل الكتير هي اللي بتكسب معاك بتكسبك مهارة الحل اللي احنا بنعملها دلوقتي وهنشوف التكامل بالتعويض برضو لو جاتني فكرة تانية كده تكامل سين في الجزر التكايبي خلي بالك لواحد على سين تربية ناقص تسع على سين تكايب بالنسبة لده السين برضو أنا هحاول واضح ان هنا الجزر التكايبي لسين تكايب بسين طب انا رجع دي جوة ودخلها جوة تبقى ذي الجزر التكايبي زي ما هو والسين اللي برة دخلت جوة بقت سين تكايب لان الجزر التكايبي بلسين تكايب بسين وبقت جوة هنا سين تكايب دخلت السين دي جوة تحت الجزر بقت سين تكايب مضروبة فيه واحد على سين تربية ناقص تسع على سين تكايب كل ده عايز اكامله بالنسبة لده السين هوزع دي يقبى هنا واضح دي بتساوي واضح ان هنا دي سين تكايب على سين تربيع بتديني سين ممكن اكتب الكل قس طلتة ريح دماغي لان الجزر تكايب القس طلتة يواضح ان دي تقبى سين ناقص 9 سين تكايب على سين تكايب بناقص 9 بقت بالصورة اللي انا عايزها درجة اولة يبقى بعمل ايه بضيف للقس واحد واقس مع القس الجديدي بسين ناقص 9 هضيف للقس واحد بقت 4 على 3 هأس مع القس الجديد على 4 ويقبين في 3 على 4 على مشتقط ما بداخل القس مشتقط ما بداخل القس واحد يبقى زائد ثابت التكامل برضو فكرة تانية نشوف برضو تاني سؤال تاني كده بيقول لي تكامل ده السين على الجزر التربية لسين زائد واحد زائد جزر سين هذا النوع من المسائل يبقى ضروري اضرب في مرافق المقام مرافق المقام بيشابه المقام مع اختلاف شرط الحد التاني يعني هنضرب دي في مرافق المقام او نكتبها على طول يعني هضرب كده فوق وتحت في جزر السين زائد واحد ناقص جزر سين وتحت في جزر السين زائد واحد ناقص جزر سين يبقى ما غيرتش المقام اصبح عندي على صورة فرق بالمربعين يعني مربع الاول ناقص مربع التاني نبص مع بعضها يبقى بتكامل الده السين فوق اهو ده موجود فوق اهو اللي هو السين جزر السين هكتبها سين زائد واحد قص نص ناقص سين قص نص وخلي بالك المقام سين زائد واحد ناقص سين كل ده بالنسبة لده السين دور رحوا مع بعض هكامل اللي فوق مباشرة بضيف للقص واحد واقس مع القص الجديد على مشتقط ما بداخل القص يبقى بكتب ان دي سين زائد واحد قص ثلاثة على اثنين على ثلاثة على اثنين على ثلاثة على ثلاثة بره يعني على مشتقط ما بداخل القص مشتقط السين بتاعتي بواحد لان دي سين خلصت من الأولى ببدأ التانية برضو بضيف للقص واحد واقس مع القص جديد بها هنا ناقص هضيف واحد واحد ونص يعني 3 على 2 سين قص 3 على 2 على 3 على 2 يبقى في 2 على 3 زائد ثابت التكامل برضو دي فكرة مهمة لو جاتني جزور في المقام بضرف مرافق المقام نشوف مسألة باستمرار بتيجي في الامتحانات وناس بتغلط فيها كتير هي تكامل الجزر التربيعي لسين تربيع ناقص واحد على سين تربيع لكل تربيع زائد 4 بالنسبة لده السين عشان كامل المسألة دي هفك الأقواس نفك الأقواس كده مع بعض يبقى تكامل كده الجزر التربيع زائد ما هو مربع الأول هتقبى سين قصة 4 اتنين الأول في الثاني خلي بالك ناقص الإشارة ناقص أتنين الأول في الثاني اتنين في سين تربيع في واحد على سين تربيع خلاص بقى السين سلب 2 زائد مربع الثاني بزائد 1 على سين قصة 4 كل ده زائد 4 بالنسبة لده السين نجمع أصبحت دي الجزر التربيعي لسين قصة 4 ناقص 2 وزائد 4 بزائد 2 في واحد على سين قصة 4 كل ده بالنسبة لل دهو لسين. طب ما دي دي مربع كامل؟ مربع كامل يعني ممكن اكتبها? ايه. خلي بالك ده كل قص نص. مربع كامل. هجيب الجزر التربية للسين القص 4هاتقول لي سين تربية؟ الاشارة الفاصل في النص موجة. جزر التربية للتاني واحد على سين تربية. كل ده بالنسبة للسين. طب نفك دي تديني دي. مربع الاول سين القص 4. اتنين الاول في التاني بتديني زائد اتنين. مربع التاني صح? كل ده اخلي بالك الكل تربيع التربيع مع النص اجي بقى كامل دي معاملها ازاي تكامل سين تربيع زائد سين قص نقص اثنين كل ده بالنسبة لده السين هنا بضيف للقص واحد واقس مع القص جديد هتقبى سين قص تلاتة على تلاتة هنضيف للقص واحد يقبى هنا سالب سين قص سالب واحد على سالب واحد زائد سابت التكامل هي فكرة برضو مهمة وممكن يغيرها يكتبها لي سين تربيع زائد واحد على سين تربيع نقص اربعة يبقى تتغير الاشارة الفاصل بينهم اللي هي عندي نشوف سؤال تاني برضو من التكاملات المهمة عايزين تكامل اربعة سين تربيع نقص اربعة سين زائد واحد الكل قص خمسة على اثنين بالنسبة لده السين طبعا ما انا اشترطت اللي الجوه يبقى درجة اولى دي درجة تانية لكن دي على صورة مربع كامل يعني ممكن اكتب دي بالصورة ازاي ممكن اكتبها اثنين سين نقص واحد الكل تربيع الكل قص خمسة على اثنين بالنسبة لده السين طب نفكر اللي جوه كده يا مستر اربعة سين تربيع اثنين الاول في الثاني سالب اربعة سين زائد واحد حاجة عندي قانون بيقول لي الف قص نون الكل قص مين بتساوي الف قص نون في مين طيب ماشي يبقى اضرب دي اصبحت دي بتساوي تكامل اثنين سين نقص واحد قص خمسة بالنسبة لده السين خلي بالك اللي جوه درجة اولى يبقى بعمل ايه بضيف للقص واحد اثنين سين نقص واحد قص ست على ستة على مشتقط ما بيدخل الخوص مشتقط ما بيدخل الخوص اثنين يبقى زائد ثابت التكامل يعني واحد على اثناشر في دي نشوف واحدة تانية بيقول لي عادي تكامل سين نقص واحد على الجزر التربيعي لسين زائد ثلاثة بالنسبة لده السين ممكن احل دي بالتعويض وممكن استخدم برضو افكار محل بتاعتي طبعا دي ما قدرش اخرجها برا الجزر خليها زائد دي تحت الجزر طبعا انا حاول اخلي اللي فوق زي اللي تحت هعمل ازاي اراح كاتب كده تكامل شرط تكسر هكتب فوق سين زائد ثلاثة ضفت ثلاثة واطرح ثلاثة بسالب اربعة نبص كده مع بعض لو جمعنا دي سين زائد ثلاثة نقص اربعة بتديني سين نقص واحد برافو بشكلها صحة كده على الجزر التربيعي لسين زائد ثلاثة كل ده بالنسبة لده لسين هجزق هنا هجزق دي اكتبها تانية اهيه تكامل سين زائد ثلاثة على جزر سين زائد ثلاثة نقص اربعة على الجزر سين زائد ثلاثة كل ده بالنسبة لده تاني اهيه مسألتي اول حاجة غفرت اللي تحت الجزر فوق فضفت تلاثة وطلحت تلاثة ثلاثة بقى نقص اربعة على الجزر بعد كده جزقتها زي ما احنا شايفين كده هنبدأ سهلة جدا شكلها ابدأ اعمل عملية تكامل سهلة اه دي قص نص وده قص واحد لما طلحها فوق بطرح القص سين زائد ثلاثة قص واحد ناقص نص يبقى هنا واضح أنها سين زائد 3 قص نص دي هتطلع فوق قص سالب نص يبقى هنا سالب 4 في سين زائد 3 قص سالب نص كل ده بالنسبة للسين بكامل دي بالنسبة للسين درجة أولى لجوة درجة أولى لجوة يبقى هنا واضح أن هنا ديها كامل هتقول سين زائد 3 واضيف للقص 1 بقت هنا 3 على 2 على 3 فوق واثنين على مشتقط ما بداخل القص 1 ناقص 4 بضيف للقص 1 يبقى سين زائد 3 قص نص على نص 1 فوق واثنين فوق مشتقط ما بداخل القص 1 زائد ثابت التكامل عايز توضبها توضبها يبقى ممكن أكتبها 2 على 3 في الجزر التربية لإذن هنا قص نص في سين زائد 3 لكل تكاييب ناقص 8 في الجزر التربية لسين زائد 3 زائد ثابت شوفنا فكرة المسألة دي نشوف فكرة تانية عايز أجيب تكامل هنا مديني كسر تكامل 5 في اتنين سين ناقص 3 على الجزر التكاييبي لستاشر سين ناقص 24 بالنسبة لديل سين طيب ما أنا حاول أوضبها بحيث أن أنا عارب أجري عملية التكامل الواحد يقول لي الله طب ما هنا الستاشر لو خدت هنا تقبل اسمه على الثمانية والاربعة وعشرين تقبل اسمه على الثمانية نجرب كده هتقبأ دي بتساوي تكامل شرطة الكسر بتاعتيا أخلي اللي فوق زي ما هو 5 في اتنين سين ناقص 3 هنا مطلع تمانية الجزر التكاييبي لتمانية تطلع ببرة اتنين اتنين الجزر التكاييبي لخلي بالك أنا بأسم على تمانية جوه هتقبأ اتنين سين بأسم على ثمانية جوه بقت هنا سالب 3 بص بقى شكلها سهل ازاي بالنسبة لده لسين السابت ده مليش دعوة به خمسة على اتنين ادي خمسة تكامل خمسة على اتنين ممكن اطلحها برة التكامل وروح اعمل كده اتنين سين ناقص 3 دي قص واحد ودي قص تلت تحت سالبة بما تطلع فوق هتقبأ واحد ناقص تلت واحد ناقص تلت اللي هي بتلتين ده لسين شكل المسألة بقى بسيط جدا اللي جوه درجة اولى يبقى هنا خمسة على اتنين بضيف للقص واحد اتنين سين ناقص 3 هنضيف واحد يعني 3 على 3 خمسة على 3 خلي بالك على خمسة فوق فيه 3 على مشتقط ما بداخل القص اللي هو اتنين زائد ثابت التكامل اه ممكن اوضب ممكن اوضب الخمسة مع الخمسة بقى دي اصبحت 3 اربع فيه اتنين سين ناقص ثلاثة قص خمسة على ثلاثة زائد ثابت طبعا افكار المسائل التكاملات اللي انا بعرضها دي بتيجي داخل مسائل التطبيقات الهندسية نشوف اسئلة تاني برضو هنشوف نحلها ازاي طبعا ممكن استخدم التكامل بالتعويض نشوف برضو السؤال اسئلة بتاعتنا اهي عايدين تكامل سين تكاييب في اتنين سين قصة اربعة ناقص سبعة الكل قصة خمسة بالنسبة لده السين هنا تكامل سين تكاييب في اتنين سين قصة اربعة ناقص سبعة الكل قصة خمسة بالنسبة لده السين بالنسبة للمسألة دي طبعا ما قدرش اوضى بديل دي فانا هعمل ايه دي عبارة عن دلق مشتقطها هاخد انا اللي جوه ده اشتق باخد مشتقط فرط ان ده مثلا وليكن عين عين بتساوي اتنين سين قصة اربعة ناقص سبعة نشتق كده يبقى هنا عين شرطة هتساوي تمانية سين تكاييب ومشتقط السين بصف خلي بالك معايا دي سين تكاييب لكن انا عايزة خلي معاملها تمانية لو ضربت في تمانية هيأسم برا على تمانية يبقى هنا دي بتساوي كتبت تمن برا وعملت كده وكتبت اتنين سين قصة اربعة ناقص سبعة الكل قص خمسة في اللي جوه في تمانية سين تكايب ده السين دي تكامل دلة في مشتقتها دي دلة ودي مشتقتها طب نبص مع بعض عملية التكامل هتقبل ايه بتسوي توم فيه على طول اتنين سين قص اربعة ناقص سبعة قص ستة على ستة يقبل هنا ستة تا زائد ثابت التكامل واحد يقول لي طب ما نتأكد الكلام ده صح ولا غلا طب ما نشتق دي نشتق دي لو تلقى اللي هي اللي فوق دي يبقى احنا بنحد صح ناخد دي نشتقها بافترض ان دلة السين اللي هي واحد على تمانية واربعين في اتنين سين قصة اربعة ناقص سبعة الكل قصة ستة نشتق كده مثلا ده ده الشرطة لسين واحد على تمانية واربعين في خلاص بنزل القص ونقص من القصة واحد اتنين سين قصة اربعة ناقص سبعة قصة خمسة فيه مشتقط ما بيداخل القص مشتقط ما بيداخل القص فيه تمانية سين تكايب نيجي نختصر ستة في تمانية بتمانية واربعين اصبحت المسألة سين تكايب في اتنين سين قصة اربعة ناقص سبعة قصة خمسة يبا هنا تكامل هطلع بعلاقة مهمة جدا هنا بقول ان تكامل ده اللي تسين اص نون في ده الشرطة سين هنا بالنسبة لده السين ده بتساوي ده اللي تسين اص نون زائد واحد على نون زائد واحد زائد ثابت التكامل ودي الحتة اللي طلعنا بها نشوف سؤال تاني نشوف نعجل ده السؤال التاني بيقول لي عايزين تكامل برضو تكامل واحد ناقص سين تربيع في تلاتة سين ناقص سين تكايب الكل قصة خمسة بالنسبة لده برضو مع بعض كده ده سين تكاين نبدأ نشوف من الدلة اللي هي دي نشتاق دي هافترض انه دلة السين اللي هي بتساوي تلاتة سين ناقص سين تكاين نشتاق ده الشرطة سين مشتاق تلاتة سين بتلاتة ايه تلاتة ايه ايه مشتاقتها ايه بتلاتة مشتاق دي بسالب تلاتة سين تربيع واحد يقول لي من طلع ثلاثة مشترك. هطلع على ثلاثة مشترك. ثلاثة في واحد نقصين تربيع. بص معا معي. اهي. اهي. لكن دي ناقص هضربها في ثلاثة. لو ضربت في ثلاثة هأسم على ثلاثة برة. يبقى اعمل كده. تكامل. هضرب دي في ثلاثة. هقول ثلاثة في واحد نقصين تربيع. وقبل ما انسأ اكتب على ثلاثة برة. في ثلاثة سين ناقصين تكاييب الكل. قص خمسة بالنسبة لده لسين. دي دلة ودي مشتقطة. يبقى على طول ما نساش التلت اللي برة اهو. تلت معايا. بعمل ايه. بضيف للقص واحد واقس مع القص جديد تلاتة سين ناقصين تكاييب قص ستة على ستة. زائد ثابت التكامل. برضو اذا شكت في الحل بتشتقل ايه ايه الدلة دي وتتأكد انها ايه صحة. نشوف سؤال تاني ونشوف عايزين نجيب تكامل خمسة سين على تلاتة سين تربية ناقص واحد. تكامل خمسة سين على تلاتة سين تربية ناقص واحد بالنسبة لدن سين. طبعا اللي هي القص الاكبر هي الدلة. تلاتة سين تربية هي الدلة واللي فوق ده المشتقة. نمشي مع بعض كده نفترض ان دي اللي هي دلة سين. دلة السين بتساوي تلاتة سين تربية ناقص واحد. نجيب ده الشرطة لسين. ده هزبطها زي هطلع على الخمسة برة. يبقى دي خمسة برة هي. وهعمل ايه? هخلي فوق ستة. وتحت تلاتة سين تربية ناقص واحد. وهنا على ستة. بالنسبة لدن سين. يبقى اصبحش صورة اللي هي دي. انا هي. الستة مع الستة بقت الدلة هنا. خلي بالك بقى في الحتة دي مسألة مهمة جدا. يبقى دي خمسة على ستة. في لغارتن مقياس تلاتة سين تربية ناقص واحد. للأساس هي زائد سابت التكمل. مهمة جدا. مسألة مهمة. هتأكد يا مستر. اقول له نتأكد. نشتاق دي. ماشي نشتاق دي. ادي هنا الخمسة على ستة برة. هنا لغارتن ملكلام دي. بقى واحد على تلاتة سين تربية ناقص واحد. في مشتاق التلاتة سين تربية ناقص واحد اللي هي الستة سين. لو اختصرت دي. اهي الستة مع الستة. بقت خمسة سين على تلاتة سين تربية ناقص واحد. يبقى انت بتحل صح. يبقى بعد عملية التكامل ممكن اتأكد. واعمل عملية عكسية. وبقى اتأكد من مسألة. برضو سؤال تاني بيقول لي عايزين تكامل. سين على الجزر التربية لواحد زائد تلاتة سين تربية. وهنا بالنسبة لدل سين. بص هفرد دي الدلة. يعني اقول دلة السين. دي تساوي. واحد زائد تلاتة سين تربية. اشتاق. ده الشرطة لسين. بتقول لي ستة سين. كلام جميل. طب هنا انا اقصها الستة. هاضرف ستة واقسم على الستة. اصبحت هنا. ستة. سوتس برة. ودي بقت ستة سين. واحد يقول لي ما نطلع دي فوق يا مصر ونكتبها اللي هي واحد زائد تلاتة سين تربية قص سالب نص. من نسبة لدل سين. اهي اهي اهي. وفعلا لو شطبت الستة مع الستة يبقى دي ماشي. يبقى واضح ان دي دلق ودي مش تقطها. طب اعمل ايه؟ السوتس منساهوش برة. بضيف للقص واحد واقس مع القص الجديد. يبقى واحد زائد تلاتة سين تربية قص نص على نص. يبقى فوق اثنين هنا على واحد. زائد ثابت التكامل. طبعا واضح ستة يبدي تلت. في واحد زائد تلاتة سين تربية. الكل قص نص. زائد ثابت التكامل او ممكن اكتبها تحت الجزر نفسها. اتأكد يا مستر. نتأكد جماعة ما هيش مشكلة. اتأكد اشتاق دي. ادي التلت برا. خلاص. هشتاق بنزل القص بنص. في واحد زائد تلاتة سين تربية. الكل قص سالب نص. هنا فيه مشتاق ما بيداخل القص اللي هو ستة سين. ادي الستة مع الاتنين مع التلاتة. ده قص سالب ينزل تحت بسين على الجزر التربيعي. لواحد زائد تلاتة سين تربية. يا بان انت كده بتحيل صح. نشوف سؤال تاني ونشوفه هنا نزال. اعزين نجيب تكامل. الجزر التربيعي. لواحد زائد جزر سين. على سين. بالنسبة لده السين. انا هفرض ان واحد زائد جزر سين اللي هو دي دلت سين. نجرب كده. هي بقى نقول ان دلت سين. بتساوي واحد زائد جزر سين. تمام. اشتاق. يبقى اذا دل شرطة سين. مشتاقط الواحد بسفر. بقول مشتاقط ما بيداخل الجزر على اثنين الجزر. يبقى واحد على اثنين جزر سين. طب نوضب دي يا مستر. ماشي نوضب دي. دي عبارة عن كده. تكامل. ممكن نكتب الفوق زي ما هو. الجزر التربيع الواحد زائد جزر سين. وتحت جزر سين لوحدة. خلاص. ده السين. هزبط دي على دي. في اثنين تحت. بضروري اكتب اثنين فوق يا باب اكتب اثنين فوق. واعمل كده. تكامل. الجزر التربيع الواحد زائد جزر سين. في واحد على اثنين جزر سين. ده السين. ما هدي دالة. ودي مشتاقط. هكامل. يبقى الاثنين برا زي ما هي. وبضيف للقص واحد هتقب واحد زائد جزر السين. دي قص نص. الكل قص نص. يبقى قص تلاتة على اثنين. على تلاتة. فوق في اثنين. يقبى هنا. زائد ثابت التكامل. واحد يقول لي الله طب ما مش مضمونة دي. نحلها تاني. نشتاق بقى دي. نتأكد هل الكلام ده هو ده او لا. اهو. هشتاق دي. بقول ده الشرطة السين. انا بعتبر دي الدلة. ده الشرطة السين. اربعة على تلاتة. بنزل القص في تلاتة على اثنين. خلاص. في مشتاق في واحد زائد جزر سين. وبنقص من القص واحد قص نص. وبعد كده بشتاق ما بيداخل القص في واحد على اثنين جزر سين. تاني. ادي الاربعة على تلاتة. نزلت القص تلاتة على اثنين. نقص من القص واحد بقت قص نص. في مشتاق ما بيداخل القص واحد على اثنين جزر سين. هنجي نختصر. ادي تلاتة مع التلاتة. والاتنين في اثنين مع الاربعة. بقت عبارة عن ايه? اهي. انها الجزر التربيع الواحد زائد جزر سين فوق على جزر سين تحت. اهي. يبقى انا بحل صح. يبقى انت في الامتحان بعد عملية التكامل بتبدأ تجرب الاشتقاق. لو طلعت المسألة معاك ما ماشي صح. نشوف سؤال تاني وبنشوف نحله ازاي. برضو عايزين تكامل. تكامل. الجزر التكايب التربيع لسين تكايب. نقص تلاتة سين تربيع زائد تلاتة سين نقص اربعة مضروبة في قوس اسمه سين نقص واحد الكل تربيع بالنسبة لده السين. طبعا ودي دي كبيرة. يبقى بافطار ادي الدلة. يبقى دلت سين اهي. دلت السين. بتساوي. سين تكايب نقص تلاتة سين تربيع زائد تلاتة سين نقص اربعة. خلاص نجيب ده الشرطة السين. ده الشرطة السين. مشتقد سين تكايب بتلاتة سين تربيع. مشتقد دي بسالب ستة سين. مشتقد تلاتة سين بتلاتة. واحد يقولي ممكن اطلع على تلاتة مشترك. ممكن اطلع على تلاتة مشترك. اصبحت تلاتة في سين تربيع نقص اتنين سين زائد واحد. واحد يقولي دي مربع كامل. يعني ممكن اكتب دي تلاتة في سين نقص واحد الكل تربيع. الله دي ظهرت هي سين نقص واحد الكل تربية. بس ناقص هنا تلاتة. لو ضربت هنا في تلاتة هقسم على تلاتة برة. اروح كاتب مسألتي من جديد. دي بتساوي تلت برة. وهعمل كده. دي عبارة عن ايه? ممكن اكتبها سين تكايب ناقص تلاتة سين تربية زائد تلاتة سين ناقص اربعة. الكل قص نص في تلاتة في سين ناقص واحد الكل تربية بالنسبة لده السين. ادي الدلة ودي مش تقت. ولو شطبت دي معدية رجعنا لدي. يبقى خلاص كده بقول دي هنا بيتساوي تلت. ودي الدالة الرئيسية بديف له القص واحد واقس مع القص الجديد هتقول انها سين تكايب ناقص تلاتة سين تربية زائد تلاتة سين ناقص اربعة الكل قص تلاتة على اتنين على تلاتة فوق في اتنين يعني في اتنين على تلاتة زائد سابت. بعد كده ممكن اختصر الاتنين مع الاتنين. خلاص دي بتساوي اتنين على تسعة اتنين على تسعة في اللي هو سين تكايب ناقص تلاتة سين تربية زائد تلاتة سين ناقص اربعة الكل قص تلاتة على اتنين زائد سابت. طبعا هنا لو اشتقينا دي تطلع نفس المسألة. نشوف واحدة تانية وبعدين نشوف فكرة تانية. مسألة تانية بتقولي عايزين نجيب تكامل. اتنين سين ناقص تلاتة قص خمسة في اربعة سين زائد واحد قص خمسة في تمانية سين ناقص خمسة بالنسبة لده سين. بص مع بعض. هنا كنت بتكلم من شوية كنت قلت ان الف قص نون في به قص نون ممكن اكتبها الف به لكل قص نون. دي قص خمسة ودي قص خمسة يعني ممكن اكتب دي كده بتساوي. اتنين سين ناقص تلاتة. فاربعة سين زائد واحد الكل قص خمسة. في تمانية سين ناقص خمسة. نفك القص ده. هفك القص ده. يبا دي تكامل. فتحت الخص بتاعي. اتنين سين فاربعة سين بتمانية سين تربية. حصل ضرب الوسطين سالب اتناشر. سالب اتناشر. حصل ضرب الطرفين موجة باتنين سيني بس سالب عشرة سين. ناقص تلاتة. الكل قص خمسة في تمانية سين ناقص خمسة. كل ده بالنسبة لده السين. انا قلت باعتبر دي الدلل انها القص الاكبر. ودي المشتقة. طب ناخد دي نفرضها ان دي دلت السين اللي عندي. ان دلت السين. بتساوي تمانية سين تربية ناقص عشرة سين ناقص تلاتة. نجيب ده الشرطة السين ده الشرطة السين. اتنين في تمانية بستاشر سين ناقص عشر. واحد يقول لي في عامل مشترك اتنين. نطلع على اتنين عامل مشترك. بقت هنا تمانية سين ناقص خمسة. بص معي. اهي. تمانية سين ناقص خمسة. يبه هنا مضطرة اضرب في اتنين واقسم بره على اتنين. بنطلع النص برا. ونروح عاملين كده دي عبارة عن تمانية سين تربيع ناقص عشر سين ناقص تلاتة قص خمسة. في انا اسمت على اتنين. هضرب هنا في اتنين. في اتنين في تمانية سين ناقص خمسة بالنسبة لده السين. دي دلة. ودي مشتقتها. طب نضيف للقص واحد. ونقسم على القص الجديد. يبقى دي نص. فيه. طبعا نما ضيف للقص واحد بقت ستة. وقسم على ستة يبقى واحد على ستة. في تمانية سين تربية ناقص عشرة سين ناقص ثلاثة قص ستة زائد ثابت التكامل. يعني واحد على اتناشر. واحد يقول لي اتأكد اشتق قد بصت لقيك وصلت النفس النتيجة. نشوف سؤال تاني. السؤال التاني بيقول لي عايزين تكامل سين في سين ناقص خمسة الكل تكاييب بالنسبة لده السين. هنا ممكن استخدم التعويب بس انا برضو بحاول بقدر امكان اخليك تستفيد من ايه افكارك وطريقة حالة. هنا ماينفعش كده اكامل لان دي اولا درجة دي من درجة دي ما ما تنفعش ندلف مشتقطة. هاعمل ايه يا مستر? انا اضيف خمسة واطرح خمسة يعني ممكن اعمل الاتي. ممكن اكتب دي بتساوي. فتحت خوص سين. طرحت خمسة هضيف خمسة ما حصلش تغيير. ما هنا سالب خمسة موجود خمسة بتديني سين. في سين ناقص خمسة الكل تكاييب بالنسبة لده السين. كوي. طب انا ممكن اوزع دي على الاتنين باعتبر دقوس ودي الوحدة. يعني ممكن اكتبها كده تكامل. اما اضرب سين ناقص خمسة قصة ثلاثة بسين ناقص خمسة هتقولي عبارة عن سين ناقص خمسة الكل قصة بعض. بالنسبة لده السين زائد خمسة تكامل خمسة برا هي في تكامل سين ناقص خمسة الكل قصة تلاتة. بالنسبة لده السين. طيب. هكامل دي درجة اولى. درجة اولى يبه التكامل سهل يبه هنكامل كده بنضيف يبه سين ناقص خمسة قصة خمسة على خمسة. على مشتقط ما بداخل قصة واحد زائد خمسة. هنضيف للقص واحد يبه سين ناقص خمسة قصة اربعة على اربعة. على مشتقط ما بداخل القص واحد يبه خمسة على اربعة زائد ثابت التكامل. يبه تكامل المسألة بتاعتي كده. واحد يقول لي طلع مشترك انت لو سبتها كده هتاخد الدرجة كاملة. نشوف واحدة تانية. عايزين برضو تكامل هنا سين في اتنين سين زائد التلاتة الكل قص اربعة بالنسبة للسين. برضو من نفس الطريقة اتنين سين. اولا دي درجة اولى ودي درجة اولى. او نفس القص ما اقدرش هنا ايه يعني اقول دلك مشتقطة. طب هنعمل ايه? واحد يقول لي طب ما نضرب دي في اتنين ونقسم على اتنين. اقول له حاضر نضرب في اتنين ونقسم على اتنين. هنوح عاملين كده. نص برا هون. وضربنا جوه في اتنين بقى دي اتنين سين. طب ما لو شطبت دي مع ديه طلعت ديه. طيب. والقص التاني اتنين سين زائد تلاتة قص اربعة. واحد يقول لي نضيف تلاتة ونطرح تلاتة. هنضيف تلاتة ونطرح تلاتة. مفهاش مشكلة. كل ده اهو في قوس مستقل ده لسين. هنكتبها في صفحة تانية. برضو هنا ادي قوس اهو. ودي ايه قوس. هضرب اوزع ديه على دول. ايبا ديه نص برا. تكامل. خلي بالك. اتنين سين زائد تلاتة في اتنين سين زائد تلاتة قصة اربعة. باتنين سين زائد تلاتة قصة خمسة. اتنين سين زائد تلاتة قصة خمسة ده لسين. خلي بالك زائد ناقص تلاتة يبا فيه ناقص برا وفيه التكامل لان السبت ممكن اطلعه برا التكامل في اتنين سين زائد تلاتة قصة خمسة بالنسبة لده لسين. قصة اربعة. يبا انا وزعت ده هنا وضربت ده هنا. نبتع بقى نشوف مع بعض. طبعا. خلي بالك النص ده برا العملية دي كلها. النص ده كله برا العملية دي كلها. يبا النص برا. ما نساش. وافتح قصة. تكامل دي بضيف للقصة واحد لانها درجة اولى. اتنين سين زائد تلاتة قصة ستة على ستة. على مشتقط ما بداخل القصة. مشتقط اتنين سين باتنين. يبا في اتنين تاع. خلص من دي. اخذ التانية ناقص تلاتة منساش. بضيف للقصة واحد اتنين سين زائد تلاتة قصة على خمسة. على مشتقط ما بداخل القصة اتنين. كل ده زائد ثابت التكامل. هندخل دي جوه. نص تضرب. يبا عشان ما تغلطش. يبا هنا واحد. على اربعة وعشرين. في اتنين سين زائد تلاتة قصة ستة. ناقص خلي بالك في اتنين برة كمان. هدي اتنين في اتنين باربعة في خمسة. بعشرين في تلاتة على عشرين. في اتنين سين زائد تلاتة قصة خمسة. كل ده زائد ثابت التكامل. يبا دي مسألة برضو مهم. نشوف سؤال تاني. ونشوف سؤال تاني. السؤال التاني بيقول لي عايزين نجيب تكامل. سين على سين زائد واحد بالنسبة لده السين. هنا. واحد يقول لي طبعا ما ليه هنا بالنسبة لي صعبة. اقول له لا. لو ضفنا واحد وطرحنا واحد مش يحصل تغيير. يعني ممكن اكتبها كده دي تكامل. اهي. سين زائد واحد ناقص واحد على سين زائد واحد. تمام بالنسبة لده السين. واحد يقول لي انك ازاق يا مستر حاضر دي تكامل. ممكن اقول سين زائد واحد تكامل سين زائد واحد على السين زائد واحد تمام. بالنسبة لده السين ناقص. تكامل واحد على سين زائد واحد بالنسبة لده السين دي بواحد يبقى تكامل ده السين اه لكن دي انا حافظها دي يا مستر لان البسط مش تقط المقام دي لغارتن مقياس سين زائد واحد للأساس هي زائد ثابت طبعا انا لسه ما كاملتش دي تكامل السين بسين زائد لغارتن مقياس سين زائد واحد للأساس زائد ثابت لو اشتقيت هارجع لنفس المسألة بتاعتي نشوف سؤال تاني عايزين نجيب تكامل برضو فيها فكرة نشوفها مع بعض اللي هي سين تربية ناقص واحد في الجزر التربية للسين زائد واحد بالنسبة لده السين واحد يقول لي ما ممكن هنا نعمل ايه يا مستر منفرد عين ما عايش نشوف عين بقى المرة دي هنفرد اني سين زائد واحد بتسوي عين بفرض انه سين زائد واحد هتسوي عين خلق هجيب التفاضولي يبدأ اذا ده السين بيسوي ده العين خلاص التفاضولي ده السين بيسوي ده العين طيب دلوقتي العين بسين زائد واحد طيب انا عندي هنا عايز السين بس سين بتسوي عين ناقص واحد هجي عوض هنا يبقى هنا تكامل سين تربية ناقص واحد في سين زائد واحد قص نص بالنسبة لده السين هنستبدل كله بدلت العين السين بيكم يا مستر بعين ناقص واحد يبقى هنشيل اللي هنا السين دي ونكتبها اللي هي عبارة عن القاتي عين ناقص واحد الكل تربيع ناقص واحد طيب انا فرضت السين زائد واحد بعين اهي سين زائد واحد بعين يبقى دي عين قص نص وعرفت ان ده السين بيسوي ده العين بقى دي ده العين هفوق الأخواس هنا يبقى دي بتساوي هفوق الأخواس دي اصبحت عين تربيع ناقص اتنين عين ناقص واحد زائد واحد ونقص واحد رحوا مع بعض بقت كده ايه عين تربيع ناقص اتنين تاني عين تربيع ناقص اتنين عين زائد واحد هتروح مع ناقص واحد كل ده مضروب في عين قص نص برضو أفوق الأخواس هتقبى هنا دي بتساوي تكامل عين تربيع في عين قص نص حال تتضرب بجمع الأسس 2.5 يعني 5 على 2 عين قص 5 على 2 وبعدين ناقص 2 ودي 1.5 3 على 2 عين قص 3 على 2 كل ده بالنسبة لده العين نكامل بقى ننضيف للقص 1 ونقسم على القص بيدي أصبحت دي عين هنضيف 1 يعني 2 على 2 بس 7 على 2 على 7 فوق في 2 بس 7 على 7 ناقص 2 هنضيف للقص 1 ونقسم على القص الجديد بوضح ان دي 5 على 2 في 2 على 5 زائد ثابت التكامل لكن المسألة ما فيهاش عين أنا فرض عيني ببشيل كل عين وعوض عنها العين بكام بس 7 زائد 1 أصبحت دي 70 في سين زائد 1 قص 7 على 2 ناقص 4 تخماس في سين زائد 1 قص 5 على 2 زائد ثابت التكامل يبقى إذن هنا كاملنا بالتعويد وشوفنا إزاي عملية التكامل بالتعويد نشوف مسألة تانية ونشوفها هنا هنا عندي مسألة بتقولي برضو هنا عايزين تكامل جزر سين جزر سين في جزر سين ناقص 3 قص 4 بالنسبة لده سين هنا بالنسبة لدي برضو هعملها بسرعة كده فكرتها أنا بضيف 3 واطرح 3 يبقى هنا بقول دي تكامل جزر سين هنا زائد ثلاثة ناقص ثلاثة ما حصلش تغيير في جزر سين ناقص ثلاثة الكل قص 4 بالنسبة لده طبعا هنا هدي خصين هاوزع بديها تقبع عبارة عن تكامل جزر سين زائد ثلاثة قص خمسة ناقص بالنسبة لده سين هنا زائد ناقص ثلاثة بره في تكامل جزر سين ناقص ثلاثة قص أربعة بالنسبة لده سين أكمل بسرعة واضح أنها دي جزر سين زائد ثلاثة قص ستة على ستة وهنا ناقص هنا طيب هنا اللي هي عندي بكاملها كده وبكامل التانية بنفس الطريقة وبكمل مسألتي طبعا بنفس الطريقة طبعا شوفنا مجموعة كبيرة من الأفكار وشوفنا إزاي بنهلها إزاي طبعا هنا اللي هي بضيف للقص واحد وأقسمها القص الجديد على مشتقط ما بداخل القص واحد يقول لي لأ ممكن أفرض أن الكلام ده كله بيسوي عين وفرض تاني أن عين بيسوي جزر سين ناقص ثلاثة وبجيب هنا التفاضلي وببدأ أحل مسألتي طبعا هنستكمل الحاجات دي في حلقات تانية ونشوف مع بعض أفكار كاملة ونشوف التكامل بالتجزيق وإلى لقاء في حلقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر